السلام عليكم وزي الحال معكم دكتورة سارة في الحقيقة أنا والله جاية أتكلم في موضوع أنا أعتبر أنه مهم وأنا شخصياً بدأت يعني أنظر في هذا الأمر وأحاول أستفيد من المتاح فيه أنا اليوم دان أتكلم معاكم عن موضوع هو مش مجالي ولا تخصصي ولا أنا بعرف فيه كويس لكن اليومين دي أنا ببحث فيه بشوف الطرق الشين هو المتاح دان أتكلم معاكم عن موضوع زيادة الدخل كيف نزيد الدخل بتاعنا الإنكم بتاعنا دان أرفعه كيف وأنا كان عمدة بالذات للناس العايشين في دول الغرب اللي فيها كثير من الفرص متاحة وفي كثيرين مننا ما مستفيدين منها وكلنا يعلم الحاصل شنو في السودان والحاصل علينا شنو الضغوطات الاقتصادية لأي سوداني في العالم كله دلوقت حاسبية فزيادة الدخل ممكن تكون طريقة نحن القاعدين في دول الغرب ديل نفيد بيها أهلنا الموجودين في السودان أو النازحين بر السودان والذي يعتمدوا علينا في التصريف ومصاريف بتاعاتهم يعني والحكاية دي يعني يمكن يكون موضوع الكلام فيه ما يستمر أيام وما يخلص لكن قد نحاول ننظم تفكيرنا فيه ونشوف نحن كيف ممكن ننظر لهذا الأمر وغد يكون كلامي ده سبب لأنه رجل أو امرأة حتى النساء يعني اللي هم قاعدين في البيت دلوقت وعندهم أو كثير منهم موجودين في البيت وما عارفين يعني كيف يساعدوا أو كيف ممكن يكونوا هناك دي ممكن تكون كلام مفيد بالنسبة ليهم يعني فندخل في النغاش ده ونشوف كده القصة دي ننظمة كيف في رأسنا يعني طيب أرجو إنه تكونوا قادرين تشوفوا السلايبس بتحديد يعني طيب يا جماعة زيادة الدخل زيادة الدخل بالنسبة لينا كلنا محتاج الناس أي سوداني وحتى غير سوداني الناس دي كلها العالم ده كله بيقى دلوقت بيجري جري الوشوش عشان يزيد دخله أوكي العيشة بيقى صعبة بيضيق عالمي دلوقت محسوس من كل الناس إنه العيشة دي بيقى صعبة جدا نتيجة لي الـ 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 الضخم الشديد و يعني والغلاء الغلاء الأسعار الشديد يعني حتى الناس اللي كانوا مثلا قبل عدد من السلين أو الشهور كانوا عايشين عيشة مرتاحة دلوقت شعروا بالضيق وأي حاجة غلط غلاء فاحش فإبقى من أسباب إنه الناس تبحث إنها تزيد دخلها هو ضيق المعيشة اللي الناس حاسم بيودا الحاجة التانية نحن بالنسبة لنا كسودانيين ظروف الحرب وظروف النزوح الحاصلة علينا دي بتحتم إنه نحن لازم نبحث عن طرق إضافية يعني في ناس كتار عندهم وظائف وعندهم دخل سابت وكذا ولكن الحكاية دي لا تمنع أنا أقول لكم أنا إنسانة عندي وظيفة وشغالة وعندي دخل شهري أوكي ويعتبر الدخل مريح يعني ولكن برضو ببحث عن طرق زيادة لزيادة الدخل بتاعي ليه؟ عشان أكون مفيدة مفيدة لعائلتي أزيد أتحسن وضع المادة بتاع عائلة بتاعتي مفيدة لنفسي مفيدة لأهلي اللي هم دلوقت مشردين برى السودان وبيعتمدوا اعتماد تام على إنه الناس يرسلوا ليهم ضروش شهرية عشان يغيشوا وزيقوا تهر زيه كتار جدا السودان ده كله يا إما أنت نفسك نازح ولاجئ أو قاعد دي والسودان وما عندك مصدر ضح ما عندك شيء ناس في السودان دي بس عندهم شنو ما عندهم حاجة أو أنت زود قاعد برى يا إما في دول الخليج أو في الدول الغربية دي اللي هي أمريكا وأوروبا وأسترالي وعليك ضغطي لأنه أنت مفهود تساعد الناس دي طيب إيه الحاجة اللي بتخلي إنه دول الغرب دي غد تكون آآ يعني أو كلامينا أنا موجه للناس اللي في الدول الغربية أنا ما بعرف أن تخليت فيه شنو ولا الزول ممكن يعمل شنو لكن أنا بعرف المتاح هنا في دول الغرب دي فيه حاجات متاحة تعتبر آآ مخفية من الناس ما عرفين أنها الناس ما ما كل الناس عارفين هم ممكن يعملوا شنو فيه ناس كتار جدا في حالة بتاعت يعني ديار ديسبرت بيفتشو لكن ما عرفين يصووا شنو بوقتهم الموجود ده وبإمكانياتهم الموجودة ما عرفين يعملوا شنو عشان يقدروا يحولوا الموارد دي لدخل ثابت طيب ابقى نتفق الحاجة إنه نحن كلنا كسودانيين خليني أنا من باقي الشعوب التانية دي كسودانيين مهما كان وضعنا وأينما وجدنا محتاجين لطريقة من الطرق للتكسو وزيادة الدخل أوكي فابقى الأسباب الأسباب كثيرة وكل زول عنده سبب ولكن ده السبب مشترك بين كل الناس الناس لكل هذه الوقت مضغوطة دايرين مصادر مادية عشان يقدروا يحافظوا ألماء وجههم يحافظوا على شرفهم ما يضطروا ينحرفوا ما يضطروا يعملوا حاجات يعني يمدموا عليها بعدين الناس تحاولوا تشوفوا الطرق الكويسة طيب المتحشنوا الناس كيف يعني لو جيتنا زول أو زولة قاعدين محيرين ممحنين دايرين نشوف كيف نزيد ضحل يا إما أنت أو أنت تقوم وتمشي تشتغل وشغلة من الشغلات المعروفة تسوق تاكسي تسوق أوبر توصل طلبات ودلوقت إيصال الطلبات بيقى أشكال مختلفة زمن كانت البيتزا بس دلوقت أي حاجة ممكن توصل الخدار تعمل شوبيك نزول توصل إليه الأكل من كل المطاعم ما بعرف إيش دي كلها خدمات توصيل دي طرق معروفة وفي ناس كتار جدا بيشتغلوا بيها عشان يزيدوا دخله يعني زون ممكن يكون عنده وظيفة بالنهار يجي يقلع هدوم ويغير ها يقول للقم ويطلع ثاني يمش يشوف الوظيفة الزيادة دي دي حاجة الناس بيقوا يعملوها وأنا بنصح اللي ما بيعمله يعمله أنت ما محتاج له في نفسك أو لأولادك وأسرتك والكلام دا رجال ونساء رجال ونساء حكاية النساء القاعدين ساكت في البيوت دي برضو بيقات دموكتا نحن ما عندنا الرفاهية دي لازم تطلع أي زول يشتغل أي زول قادر يشتغل يشتغل بالمناسبة دي حاجة تانية وفرض نحن نوع عليها أنت طالما عندك أي قدرة قدرة جسدية أو قدرة فكرية أو معرفة استفيد منها عشان تترجيم لدخل زيادة لأنه لو ما عملت كده ما في فائدة فائدة شنو المعرفة والشهادات والفائدة شنو يعني لما نزول يكون قاعد في البيت ساكت وما زايد حاجة فإبقى يا جماعة الفكرة بتاعة القاعد في البيت والاعتماد على الآخرين دي نوطلع نبتدي نشوف كل زول بيقدر يساهم بشنو زي ما قلت لكم مثل إحنا أنا قسمت حكاية الدخل اللي ممكن نزيد أو زيادة الدخل ممكن تكون يا إما بالأعمال المعروفة دي تمشي تشتغل في مطعم توصل طلبات تشتغل أوبر تشتغل تاكسي تبيع في محل تشتغلي تاكسي تشتغلي أوبر تبيع في محل توصل فيتزا توصل طلبات رجال نساء كل الناس طالما في القدرة وفي المعرفة أعملوها يبقى الأعمال المعروفة دي موجودة ومتاحة وما أفروض الناس تستحي إنها تعملها ولو في طريقة تعملوها أعملوها طيب الجزء الثاني اللي هو حتكلم عنه بإنسحاب شوية ما لأنه أنا بعرف ما لأنه أنا خبيرة إنترنت أنا ما خبيرة إنترنت لكن أنا خبيرة في البحر بعرف فتش المعلومات كويس أوكي أنا دلوقت لي أسبوع واحد بس أسبوع واحد دخلت في قصة البحث عن الفرص الموجودة والمتاحة في الإنترنت أونلاين أونلاين الناس مكتامة شنو أوكي لي أسبوع ما ركزها في القصة دي داري شوف أنا شنو اللي هنا عشان روحي وعشان أقدر أشوف أناقش الكلام دا مع بقية السودانيين وطبعا زي ما قلت لكم الدول الأخرى ممكن يكون فيها الحاجات دي لكن أنا ما بعرف المتاحشن ومثلا في دول الخليج ما عرف الله لكن في دول الغرب أمريكا أوروبا أستراليا الحاجات دي كلها مشابه ومتاحة طالما أنت عندك إنترنت شغالة عندك كمبيوتر أو حتى مرات التلفون بتاعكم الشغالين بس التلفون ما ضروري الكمبيوتر أوكي أنت قادر على أنك تدخل يدك في كثير من مصادر الدخل الموجودة أورلاين وحنتبحس في الموضوع وده كلام طبعا كبير أنا ده بداية بس لنغاش بداية لأنه نفتح أزهار الناس لأنه في حاجات زي دي هنالك يدخل يدخل هم يدخل الناس هذا حسنا ماذا المتاح عبر الإنترنت شنو ما هو المتاح طيب خلينا نقسمها لنوعين كبار من ما هو المتاح أوكي أول حاجة في مجال ومجال كبير كبير جدا وفيه كمية من القروش وهذه القروش تزيد وتزيد وتزيد تروى كبيرة جدا مجال اسمه مجال التجارة الإلكترونية مجال التجارة الإلكترونية دلوقت يا جماعة العالم كل العالم كل متجه نحو أونلاين شوبي الأونلاين شوبي ده بقى يتسع ويكبر ويكبر ومتوقع إنه يتضاعف كل سنة يمشي يتضاعف يتضاعف لحد ما يبقى يخمى أنواع تيارة كلها تاني تاني ما في الحكاية بتاعة تركب عربيتك وتمشي المال وتفتش من دكان لدكان لا لا كلام ده حيروح وفيه حتات كثيرة جدا فيه يعني اسماء كبيرة جدا كانت معروفة بدأت تتساقط وتقفل دكاكينة وتقفل الستورج بتاعته لأنه الجصة بتاعة الأونلاين دي ماشى وكل شيء يتبع في التجارة الإلكترونية الأونلاين دي يبقى ده 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 مجال إنت لو قدرت تتقل فيه تستفيد فائدة جمع دائر شوية معرفة القصة دائرة شوية معرفة واكتهات في الأول بالذات عشان تقدر تسبت ريقلينك أو تسبت ريقلينك والكلام ده يا نساء أسمعك شوه كلام ده نساء ورجال نساء ورجال رجاء طيب كيف المجال ده خلينا نقول لكم نوعين بس هو حاجات كثيرة طبعا أنا يعني ما عارف كل حاجة لكن نشوف نوعين منه نوع إنك تسوق منتجات حاجات حقاتك ذات تبيعة ودي يمكن تكون شوية معجدة بزاك في الأول إنه إنت مفروض يكون عندك حتة بلاتفورم تبيع فيه يا إما البلاتفورم ده حقك ويبصائك حقك إنت مثلاً تمشي تعرض منتجاتك دي والناس يدخل ويشتروا زي ما بنشتري من أمازون والبتاع هنا ده كده أو تشيل منتجك ده دخلتوا في واحدة من البلاتفورمز الكبيرة ويبيعوا لك ويشيلوا هما نصيب وإنت يدوك نصيب ده طريقة في الطريقة الثانية اسمها التسويق بالعمولة أفلييت ماركتين أفلييت ماركتين ده بدأ ساحل ده لا دائر يكون عندك منتجات ولا دائر يكون عندك شركة أنت كشخص فرد ممكن تستفيد من هذا النوع من التجارة أو تشارك في مجال التجارة الإلكترونية دي بالتسويق بالعمولة هنشرح أكتري عن شنو التسويق بالعمولة ممكن أديكم بعض الـ 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 لأنه كيف تعملوا الحكاية دي ولكن أفهموا إنه ده متاح لأي زور أي زور ممكن يعمل الحكاية التسويق بالعمولة دي أفلييت ماركتين أفلييت ماركتين طيب المجال التجارة الإلكترونية ده مجال كبير جدا وفيه فرص كبيرة والناس ممكن تستفيد منها وهي قاعدة في بيتك بس طالما إنت عندك يا إما كمبيوتر أو تلفون وعندك انترنت إنت عندك قدرة وإنت شخص شخص متزين يعني ما عاملك مشاكل ولا كده المهم الجزء الثاني من حكاية الـ online دي إنه إنت تعمل وظيفة أو تقدم خدمة لشركة معينة أو لشخص معين أو كده ويتفعلت أجرك بالساعة أو بالوظيفة يعني مثلا أنا زولة بتاعة إنترنت لنقل زولة بتاعة IT ولا كده بعرف كمبيوتر ولا كده مثلا زول زول بعرف كمبيوتر ولا كده وبعمل ويبديزاين بيصمم الويبسايت وظيفته أو حاجة بعرفة دي هي نوز أو شي نوز كيف تعمل الحكاية دي دي تقوم تعمل تصمم هذا الويبسايت على كل الويبسايت تفعلها بروش مئتين دولار مئة خمية وخمسين دولار بتاع على حسب هي شغل لها سمح كيف وسمعتها الشنو في السوق والحاجات دي أو تشتغل مع شركة تقدم لهم خدمة أو كده الخدمة دي ممكن يتفع عليها مثلا شهريا أو أسبوعيا أو كده جراء هذه الخدمة تلفونات ترد على تلفونات تجيب لهم موظفي تجيب لهم زباين تجيب ما بعرف إيش تعمل حاجة أونلاين أو ريموتلي تساعد الشركة دي في وظائف مثلا أسستنت تشتغل كمساعد لمدير الشركة لموظف لقسم تاني في الشركة كزي سكرتير كده أو حاجة يسموها أسستنت الأسستنت ده ممكن ينظم الوقت ويشوف 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 حاجة كزي برده شغالها تتعامل من البيت لا يدر انك تجي المكتب زاد اقعد في البيت اعمل الحكاية دي بيتفعلك بروش عليه. مثلا فإن وقت بيقى في وظائف كثيرة جداً بعيداً عن البعد ممكن تعمله. ويتفعلك بالقروش. او وظائب زي ما قلت لك حكاة الويب ديزاين او الحياة الزيدي تترجم ورقة تكتب ريبورت ليزول ويتفعلك جراء ذلك. على حسب انت قدراتك شنو مواهبك شنو واللي ممكن تقدمه للعالم شنو عشان يديك على الوروش. ما نحن دي الوقت قلنا ما في تاني حكاية انا قاعد ساكت منتظر زولي يصرف علي. دي في صراحة بيقى ما مقبولة. ما مقبولة. حكاية انه شخصي واحد يكون شغاله هو اللي بيصرف بس على البيت ويرسل السودان. شوية نحن مفروض نطلع من القالب ده. ده قالب بيقى غير مقبول وغير منطقي. ما منطقي. اذا كان في واحدة امرأة يشتغل قارة الجامعة وتخرجت وعندها شهادة وعندها معرفة معينة في راسة داد قارة حاجة. اوكي وبتعرف اللغة. قاعدة في البيت ما محنا بيسوفيه في شنو. نطلع نحن من القصة بتاعت القوالب بتاعت. انا ده هناي ويصرف هو الراجل وانا ما في كلام زي ده. ما في كلام زي ده. انت ذاتك عندك اهل قدار تساعدهم. خليلي من انه بيصرف منه في البيت والما يصرف. ده كلام ما دار ادخل فيه وسع انا. اهل قدار تساعد يوم. وانت عندك مقدرات معينة ممكن تستفيدي منه. استفيدي منه. استفيدي منه. اوكي. ادخلوا في الانلاين ده وشوفوا المتاح لكم شنو اللي انتو بتقدروا تستفيد تعملوا ايشنا. طيب. نمشي نشوف حكاية الافيليات ماركتنج دي لان انا دي قصة شايفة انه في ناس كتار جدا ممكن يستفيدوا منها يعني. في ناس كتار جدا ممكن يستفيدوا من هذا القطاع بالذات. التسويق بالعمولة يعني شنو؟ هو نوع من أنواع التسويق. الشخص بيساهم انت كشخص دار تدخل في الأفليات ماركتين ده. أفليات معناه تربط نفسك بشركة معينة أو بمنتج معين. ده أفلياتشن يسموه أفلياتشن. بالعرب يسموه تسويق بالعمولة لأنه في النهاية دي العلاقة بينك وبين صاحب الشركة دي هي أنه هيديك عمولة على الخدمة اللي انت قدمت عليها. الخدمة هي شنو؟ إنك انت تروج تروج للمنتج بتاعه. طيب لنقول إنه في شركة بتنتج كريم بتاع شعر. كريم بتاع شعر سميه كريم اكس. هذا الكريم بتاع شعر سميه كريم اكس. هذا الكريم كريم اكس هما بيبيعوه في الانلاين. قول إنه كريم اكس ده بيكلب خمسين دولار. أوكي؟ سعره الخطاة والشركة خمسين دولار. طيب. إنت جيت وقلت والله علاقتك مع هذه الشركة المنتجة لكريم اكس ده إنه أنا حأعمل لكم دعاية للكريم بتاعكم ده. وأرزد لكم في الترويج بتاعه ولكن تدوني نسبة من كل باعة تتباع. بسببك. يعني أنا تسببت في إنه خمسمية جزازة بتاعة كريم أو العلبة بتاعتها كريم دي تتباع. أنا من كل من واحدة بدل إنت تشير الخمسين دولار كلها تديني خمسة دولار وإنت تشير للخمسة واربعين. لأنه أنا قدمت لك الخدمة بتاعة الترويج لهذا الكريم. دلوقتي الحجاية دي بقت معروفة وعندها بلاتفورمز كثيرة جدا في مواقع اجتماعية كثيرة جدا أو مواقع كثيرة جدا دي شغلتهم. هم فاتحين الموقع بتاعهم عشان الناس تجي تسجل. إنت تجي تسجل تقول أنا دار أبقى associate أو affiliate. أنا دار أكون واحد من الناس اللي بيروجوا لي المنتجات اللي عندكم دي. يقوموا يسجلوك. أول حاجة تسجل. تفتش الموقع شنو؟ لنقول إن الموقع ده مثلا أمازون. أمازون عندها الحكاية. اسمها Amazon Associates. أو Amazon Affiliate Market. يعني حاجة عندها علاقة بالنوع ده. تقول أنه حاولت أنه وتعملوا أسبوع كده مركزة في القصة دي. أمازون ده أنا لسه ما قدرت أسجل فيه. هو ما أظنه مستحيل. يعني لكن في حاجات كده ده بيطلبها منك لازم تفتش ده شنو ده ورغام وحاجات. ولكن مثلا أنا سجلت في ده. Clickbank ده. Clickbank هو. الاسم Clickbank لكن هو ما بانك. هو موقع إلكتروني متخصص في قصة التسويق بالعمولة. تسجل عندهم. أوكي. بيكون عندك اسم ورغم وكده. حقات حقك. مخصوص ليك. وعندهم هما منتجات كتيرة جدا 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 تحت لواءهم يعني. تمشي تفتش. والله أنا عاوز منتجات تجميل. مثلا تقوم تمشي بالكاتيجوري. يعني تفتش منتجات التجميل. منتجات التجميل دي حاجات للشعر وحاجات للسكين وحاجات اللي ما بعرفاش وحاجات اللي ما بعرفاش. تقوم تختار. تقول مثلا أنا اختفت كريم اكس. اللي تكلم عنه ده. تضغط على كريم اكس. طالما انت مسجل ويسمك معروف وكل شي عندهم. تقوم تقول أنا ده يقوم ويدوك لينك. اللينك ده بتاعك. بيربط بينك وبين هذا المنتج. يربط بينك وبين هذا المنتج. عن طريق الموقع بتاعهم طبعا. اللينك ده. انت اي حتة. مشيت عملت فيها دعاية. الحتة دي مثلا يوتيوب. تيك توك. مشيت عملت بلوغ. عندك بوست في بلوغ معين او في كده. عندك مساء ويبسايت بتاعك ولا كده. عملت دعاية ليه وختيت اللينك. اي زول بيضغط على هذه اللينك اللي هي حجتك انت. مخصوصة ليك. ويمشي عن طريقك. لانه اللينك دي هتوصلهم ليه. يشتروا المكان. يشتروا الهناي من وين. المنتج من وين. يمشي يشتري. بسبب اللينك بتحتك دي. انت تاخد كوميشن. تاخد عمولة. اوكي. الفن ايجي وين. في انه 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 على المنتج اللي اخترته شنو. او كميدة الدعاية اللي انت قدمتها شنو عشان تزيد البيع. لانه كل ما تزيد كل ما تستفيد اكتر. والمنافسة اللي موجودة في المجال ده قدر شنو. لانه المنتج كل ما كان كويس وماشي سريع. كل ما كان الناس متل ملمومة عليه. فهنا بيجي الفن. انت بتزيد دخلك بانه تتفنن في هذه الامور. ولكن دي طريقة لانك انت تدخل في قصة التسويق بالعمولة دي. ما بدك نسبة من كل مبيعات اللي انت بتبيع. طيب. في حتات تانية مثلا في حاجة اسمها شيرا سيل. فايفر. شوبيفاي. وفي تيك توك بالمناسبة. تيك توك ده ولا ضروري يكون عندك متابعين كتار. زيروا متابعين. لكن ممكن تمشي في التيك توك شوب ده. وتسجل نفسك. وتعمل نفس حجاجة. بس عن طريقة التيك توك. دي هنا محصورة في التيك توك يعني. ما ممكن تعمل الدعاية في حتة تانية. بتعمل الدعاية في التيك توك. طيب الناس بتعمل شنو. تعمل مثلا فيديو. فيديو. انا مثلا اشتريت المنتج بتاعهم ده الكريم. وقعدت هتمسح لمدة سبوع. مثلا. وحسيت بالفريق. وحسيت بانه يا سلام حاجة رائعة. وبتاعه. وما اعمليه فيديو عبارة عن دقيقة. ولا كده. اقول لهم والله الكريم ده رائع. وانا جربته. وجربوه. وبتاعه. وتنزل الهناي بتاعك ده مثلا في التيك توك. اذا كان انت بتتكلم عن التيك توك شوب. تنزله في التيك توك. اه تيك توك بيقوم يربط. بيطلب ما يقول لك اد. لا طالما انت مشترك في الشوب. تيك توك شوب. اه. يقوم في عندهم علامة زائد كده. تخليك. تلينك. الفيديو بتاعك ده للمنتج. واي زول يشوف الفيديو ويشتري المنتج ده بسبب الدعاية بتاحتك. انت تأخذ كميشان. شفتوا كيف التسويت بالعمولة ده. ساهل جدا. واي زول ممكن يعمل. اي زول ممكن يعمل. اوكي. فامشو شوفوا القصة ده كيف. دي كلها مثلا ويب سايت او مواقع الكترونية ممكن انتوا تشتركوا فيها. اما زول ده بالمناسبة متاح برضو يعني. لكن انا قلت لكم بس لقيت صعوبة في انه ما تسجل لانه في رغم كده مع العقية. ما عارف ذاته وما تصدر مشان بالرغم ده. ما قدرت ألقاهه لحد ده استعلاك. لكن هاجتري هيدا شوفوا يعني. رجاءا امشو شوفوا حكاية. اوكي. طيب. ابدأ ده 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 التسويق بالعمولة ده. امشو شوفوه ده موضوح كبير. تسويق منتجات بتحتك انت. اي حاجة بالمناسبة منتجات دي شنو هي. المنتجات دي هي اما سلع. حاجة مادية. كباية. ببيع مقات مثلا. مكتوب فيها جود داد ولا جود مام. ببيع حاجة مطبوخة حاجة هنا. فسيخ. بسكويت. ما بعرف شنو. ببيع هدوم. ببيع الجزء. وطيقة. سلع. سلع مادية. لكن في تاني منتجات. اللي هي عبارة عن مهارات. خدمات. اوكي. زي ما قلت لكم. في شركات كتير دلوقتي عاوز الناس يعملوا لها خدمات ريموتلي من مكان من بيتك. بيتفع لك بروش. في حاجة تانية مثلا زي الويب ديزاين. الويب ديزاين دي حاجة كويكسة جدا بالمناسبة. وممكن تكون مربحة جدا للزول اللي بعرفة كويس يعني. ويمكن تعلمة. انا دي الحاجة التانية دار اقول للناس. انه يا جماعة في بعض الاساسيات كده عشان انت تقدر تدخل في القصة بتاعت التسويق والانترنت والتجارة والكلام ده. في بلد من الدول الغربية دي. في حاجات لازم تكون بتعريفة تمام. يعني ما ما اي زول اللي يجي من هناي طوالة كده بنفس التركيبة بتاعته. ودائر يدخل في القصة. لا. يكون في معارفة اول حاجة بالتعامل مع الانترنت والكلام ده. واللغة. اللغة الانجليزية تفتح ليك طرق كتير. اي زول عنده مشكلة بتاعت لغة انجليزية اول حاجة يعمله انه يكتهد انه يعرف اللغة. والكلام ده بيقى متاح. انت دلوقتي ولا انتي ما محتاجين تطلعوا من البيت وتركبوا هنا وتمشوا المحهد. الكلام ده انتهى. نحن دلوقتي حاجات دي ممكن تعملها من البيت. تدخل كورس بتاع اللغة انجليزية. والكورسات زعتها بالمستويات. مستوى بداي مستوى متوسط مستوى متقدم مستوى ما بعرف ايش. كل ما حسنت اللغة بتاعتك كل ما كان انت عندك قدرة اكتر انك تستفيل من المتحدة. كل ما كان عندك قدرة انك تستفيد من الاشياء المتاحة. لانه اللغة غد تكون حاجز في وجه كثير من الناس. حسنوا اللغة بتاعتكم. ادخلوا كورسات. اقروا كتب. اتعاملوا مع الناس التانين باللغة الهناي دي عشان تحسنوا اللغة بتاعتكم عشان تقدروا تنافسوا. يا جماعة نحن الغرض كله شنو؟ الغرض كله انو لازم نكون عندنا قدرة اننا ننافس في هذا العالم الجديد. والحكاية زي ما انتو شايفين ما ماشا اوسع ماشا اضيق. ماشا اضيق. زيد من قيمتك زيد من مهاراتك ومقدراتك عشان تقدر تنافس. فابدل خدمات المنتجات هي اللي انتو ممكن تبيعها هي شنو؟ او تسوقة. هي يا ايما سلع ودي حاجة ما متاحة لكل الناس. ولا كل الناس هيقدروا عليها ودائر ليها راس مال ودائرة كده. او خدمات اللي هي حاجات انت بتعرفها وممكن تقدمها. ترد على تلفونات تشتغل أسيستنت تعمل خدمة معينة وبديزاين مثلا ولا غيرها. والكثير كثير كثير الناس تفتش برد. تعلم الأطفال القرآن تعلم الأطفال مثلا اي حاجة اي حاجة ممكن تدعمل الخدمة للناس وتأخذ منها جروش. طيب. انا دار اديكم مثال انا في الحقيقة يعني شفت انه دي حاجة والله بري فانية. لكن موجودة. في شركات كثيرة جدا جدا عندها انواع كده من الوظائف او من الخدمات. ممكن ويدفعوا لك عليها جروش ممكن اي يلزول يعملها. ما ضروري مؤهل ولا اي حاجة اي حاجة ما ضرور. مثلا نتفليكس. نتفليكس دي. قول انا عندنا نتفليكس. وكل الناس قاعدة ما تضيب ساعات وساعات كل يوم بيحضروا في نتفليكس. عندهم وظيفة اسمها تاجر. التاجر ده هو شنو؟ التاج تتاج شيء انك تعلمه تعمل فيه علامة. التاج برضو ال id tag اللي هي الهناية بتحت الهوية دي. ولكن التاج تتاج شيء انك تعلمه او توسمه او كده يعني. طيب التاجر ده بيعمل شنو؟ لما النتفليكس تنزل افلام جديدة. بتطلب من التاجر ده انهم يتفرجوا على الافلام او على الفيلم. ويقيموه. يقيموه. يقيموه كيف يقول مثلا والله هذا الفيلم. مثلا النوع بتاعه الجنرى اللي هو النوع والفصيل بتاعه شنو؟ مثلا فيلم بوليسي او فيلم كوميدي او رومانسي او بتاع رعب او ثريلر او كده. يعني التكسيم ده انت ممكن تساهم في انه تقسم هذا الفيلم تكسيم سليم كتاجر. تقول لهم والله انا في رعيين والفيلم ده مثلا فيلم بتاع روض. ثاني في نوع من التقسيم اللي هو هل مناسب للاطفال ولا لا. او السن المناسبة شنو انه تسمح للناس المشاهدين يشوفوا الفيلم ده. التقسيم ده اللي هو كل الناس بكونوا يشوفوا ناس بي جي بي جي. اللي هو التقسيم اللي بيقول مناسب لكل الاعمار او مناسب لأعمار من 13 سنة لي قدام او مناسب للناضيين فقط. او يعني ريستريكتد لازم يكون ريستريكتد مثلا ر. التقسيم الزيدة التقسيم الزيدة اللي هو طبعا عنده قوانين انت ما ساكد تقول اه والله اي زور ممكن يتفرج. لا انت لازم يكون عندك معرفة. ففي بعض اللي بيوروك هما بالمناسبة. هما دارين الناس يشتغلوا الشغلة دي ودارين الناس يدوم الرأي بتاعه. فبالتالي عندهم بيدو كورس بسيط كده انه والله لما انتجي تقسم مثلا انواع الجنرى معتمدة على كذا وكذا وكذا. لما انتجي تقول والله اذا مناسب للسنة الفنانية او مالسنة الفنانية لازم تلتزم بالقوانين واحد اثنين ثلاثة اربعة على هذه الاساس. وهكذا. دي وظيفة موجودة اونلاين. تحضر الفينيك وتقول لهم رايب ويدفعوا لك. شفت انه اجزول لو فتش لو فتش بيلقى تحت كل حجر مصدر رزق. لكن الحكاية دائرة تفتيش. والحكاية دائرة بحث. ودائرة انه الناس يكون عندها الموتيفيشن الدافع دائرة. وانا مفتكر انه نحن دي الوقت كلنا عندنا ندافع كافي انه نحن نجتهد في زيادة الدقل عشان. عشان نحن وعشان اهلنا المساكين اللي ما عندهم اي حاجة. وراء هناك. بالمناسبة حكاية الناتفليكس دي تمشي للويب سايت بتاعهم ممكن تقدل الشغلة دي. لكن نرجع تاني للحطة بتاعت شنو؟ اللغة. اللغة يا جماعة مهمة. حسنوا لغاتكم اشتغلوا عليها. الحاجات دي طبعا ما بتحصل اوبرنايت. الحاجات دي دائرة شغل. دائرة شغل. لكن الجمال هذا الامر انه الحاجات كلها ممكن تحصل انت قاعد في بيتك. انت قاعدة في بيتك. ما بتعرضي نفسك لاي خطر بتاع انك تطلعي او تضطر انك تطلعي برا البيت موجودة في بيتك وسط اولادك. اذا كانت عندك ادفال صغار ولا كده. وبتعمل في حاجة ممكن تكون مفيدة لك ولأهلك ولبناس بيتك ولغادك. طيب. ما عليش انا يمكن اكون كثرة الكلام. لكن انا حقيقة شفت انه هذا الامر امر مهم. امر مهم جدا. وانه حبيت بس اشارك معاكم. انا طبعا زي ما قلت لكم انا ما خبيرة في هذا الامر يعني. ولكن بعتقد انه انت اي حاجة قدامك فاتشها. اكتهد اكتهد اكتهد. شكرا لكم. يا جماعة بالله اشتركوا في الغناء. عشان نقدر نستمر في النقاشات الزيلي. وعلي غلية وادوني تعليقاتكم وتوجيهاتكم على الفيديو ده في التعليقات. واذا عجبكم ادونا صامسا. شكرا لكم.